بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. الجزئية دي ان شاء الله رب العالمين معنا اتناشر امتحان على التعريفات اللي تمانها كلها. وده حاجة بصراحة مميزة بعملها كتاب المعاصر ان هو بيجمع لك كل التعريفات مع بعضها. فلو سيادتك اتقنت الجزئية دي الف الف مبروك انت كده كل التعريفات في جيبك. هم اتناشر اختبار كل اختبار عشرين جملة. هنبدأ نحلم مع بعض كده على الاقل ستة في الفيديو ده. وفيديو تاني ستة برضو وهينزل في نفسه اليوم. اول سؤال بقول لك ايه اه اه الحاجة انت تعملها عشان تخلي حاجة تانية تكون ناجحة. المنافسة او مسابقة للمحكمة وارض الملعب المساهمة وستيريو طايب اللي هي النماطية. خد بالك ان ممكن نستخدم بعد وبعدها الفعل يكون مدفل اي ني جي او اسم. عبارة عن جائزة او رمز بنعطي شخص عشان نخلد انجازا هو حققه يعني. طب لها الجائزة مدام هو قال لك برايز يبقى اكيد راوند اللي هو الدور اللي في الدوري يعني لها التحيز هي مسابقة في اللي فيها اللاعبة بيتنفسوا ضد بعضهم البعض في سلسلة من العاب. خد بالك سلسلة من الالعاب او المباريات كل مباراة كل مجموعة مباريات منهم اسمهم راود يبقى ده اسمه اللي هو الدوري. يبقى الدوري هو هو عبارة عن مسابقة فيها اللاعبون بيتنفسوا مع بعضهم في مجموعة من المباريات. هنا في حتة مهمة جدا معناها يتطلع الى او يتخذه كمثلا اعلى. وبيحاولون ان هم يكونوا زيه. خد بالك ان هو قال لك هنا برسن اسم غير معروف عشان كده اخدنا الضمير عليه جمع. المهم من الشخص اللي احنا نتطلع اليه وعايزين نبقى زيه يبقى كده اللي هو القدوة او النموذج الذي يقتدى به. اللي هي الشخص المرأة الرياضية. لو عالم الرياضية اه عالم الفيزياء. لو المحاضر. طيب. اه بقول لك اه او اه هو عبارة عن حدث. عبارة عن حدث. خصوصا الحدث اللي بيكون غير عادي او مهم جدا او عنيف. اللي هي الجريدة الرسمية. اللي هي جريدة الغير رسمية. اللي هو القطع او الاعمال الفنية الاسهارية. لو حدث زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى دي حتى بتسوي وبتسوي وكده. ازا هو عبارة عن جريدة ان تطبع. ركز في الكلام اعرف ان دي على الطول. خصوصا الجريدة اللي اخبارها جادة. يبقى دي بروتشيت. اما لو قال لك بقى فيها قصص وتهريق قصص وتهريق والصور وكده. تعرف عنها زي ما هو في الجملة الرقم سبعة. صبحتهم اصغر. مقالات اقل حجما اصغر حجما. ومليانة صور وبنقرأ فيها عن والمشاهير والقصص دي. اعرف انه بتكلم عن على الطول من غير ما تفكر. في رقم تمانية بقول لك بقول لك هي عبارة عن رأيك عن اذا كان الشيء ده حلو ولا وحش سواء الشخص او الشيء او الفكرة. اه وكيف انك هتتعامل معها. تعاني شو بها. اول حاجة اللي هو الوضع. اللي هو الحزب. اللي هو يدور ومعناها يغزل ومعناها التحوير. واحد بيحور في كلامه يعني. طيب اللي هو التحييز. التحييز هو رأيك في شيء معين هو حلو ولا وحش. يور ايه از اتجاه المخاء المعين بتاعك او رأيك اللي الشخص بيعتنقه ناحية شيء معين يبقى ده رأيي يبقى طيب اللي هو الوضع. انك بتحط حاجة في اول الصفحات او في اخر الصفحات بحيث انك بتحبها او بتكرهها. اللي الصحافة الشعبية اللي اي حد يمسك موبايل ويصور وينشر الخبر وبكده بقى صحفي. اللي هو المبالغة. المبالغة يعني انك تزود في حاجة معينة زي ما يكون في قهص كده والروايات. الطريقة اللي الشخص بتكلم عن شيء معين اللي خصوصا اللي بتخل بتأثر على افكار الاخرين ناحيتها. الوضع ومشن الحزف. بقى عندك سبن اللي هو التحوير. بقول لك هو الطريقة اللي الشخص بتحكلم بها او بقدم بها معلومات او مواقف معين خصوصا عشان يأثر عليك يبقى ده بيحور في الكلام عشان يضحك عليك. يبقى سبن. طيب بعد كده. رقم وانت بتحفز التعريفات يعني ياريت ياريت تركز في التعريف رقم عشرة والتعريف رقم تمانية عشان تميز بين عشان ما تجيش في الاخر تتورط فيهم ويتلاخبط من الاتنين. الجملة رقم حداشر بقول لك هو عبارة عن صور واحداث بيتم تسجيلها بوسطة اللي هما الناس العاديين الناس اللي في الشارع يبقى اسمها اللي هي صحافة المواطنة او صحافة المواطنين. اتناشر بص بقول لك ايه انك تلاقي الشخص وظيفة مناسبة او مكان معين. يبقى تحطه في مكان معين في موضع معين يبقى معين يبقى اسمها وعبارة عن ارض منخفضة خصوء دايما بتكون يعني فيها مية يبقى يقصد المستنقعات اللي هي اسمها طبعا اللي هو الضحية او او المدينة اللي هو الجندي وكراكتا اللي هي الشخصية. طيب بعد كده رقم اربعتاشر بيقول لك الشخص اللي بيصنع الاشياء من الحديد خصوصا الكعب بتاع الحصان. ده مين يا ترى? الحداد اللي اسمه بلاك سميس. طبعا بلامر ده اللي هو السباك ميكانيك الميكانيكي اللي هو موظف الاستقبال. هو الفرق بين بلاك سميس وميكانيك. ميكانيك ده بيصنع عربيات. لكن بلاك سميس بيصنع اشياء من الحديد. الشخص اللي دخل السجن الجريمة معينة اقترفها او ارتكبها يبقى ده اللي هو المدين او السجين. ذا ايها ممكن نحط في الجملة دي مارش اللي هو المستنقع واخد بالك مارش مش مارش مش ام اي ار سي اتش لا مارش. سولجر وكاركتر قلناهم. عبارة عن حلقات من المعدن. اه وفيها سلسلة بتحطها في رجل المتهم. يبقى ليج او ملا بنحطها في اللي هو المعصم بتاع الانسان ايده يعني يبقى دي كنا هنسميها بقى زي ما هو في رقم سبعتاشر كده بيقول لك اه اه المهم في الاخر قال لك يعني مع صاحب وفاتنها تختار له على طول هندكوفز. الجملة اللي بعد كده رقم اه تمنتاشر. اه نوت از امتال تول ويتش ويز روف سورفز فور شيبنج بنستخدمها عشان نشكل الاشياء المعدنية يبقى دي اكيد المبرد اللي احنا بنشكل به الاشياء المعدنية ونقطع بالحديد يبقى في تسعتاشر از انفير اوه ان ريزنابل. ان ريزنابل يعني غير مبرر. رأيا رأيا غير عادل او غير مبرر لانك انت اصلا ما عندكش معلومات كافية. يبقى دي التحيز يبقى طبعا اللي هو الدور في البطولة اللي هي الجائزة اللي هو الدور ذات نفسه اللي مقسم الى بص لما يقول لك او قول لك يعرف ان ده بتكلم عن التحيز على النمطية على طول لان النمطية معناها انك تفكر في شيء بشكل تقليدي بشكل نمطي مساهمة وكورت المحكمة والملعب اللي احنا لو جبناها غير ما نجيبها زي ما انت فاهم لوحدها كده معناها مسابقة لكن معناها منافسة المقصوب بها من التنافس يعني اللي هي اسم لا يعد وبكده خلصنا الانتحان الاولاني ندخل على اول سؤال معنا في تس نمبر تو بقول لك يعني غير يعني شيء محبط انك تحس انك انت زعلان علشان في حاجة محبطة او غير صار راح صارت لك يبقى انت كده يعني منزعج من الآن فصاعدا يعني قلبي معلق بشيء يعني اريده بشكل كبير جدا طيب الجملة التانية بقول لك تو بي نوت مينز تو كومبليتلي شو تو بي كومبليتلي شور انك تقوم تأكد تماما ان الشيء ده حقيقي طيب يا ترى كده يعني مقنع يعني مقنع يعني مقنع يعني ممكن يقنعك بقى ان تفعل الاشياء اقول لك يعني هي مقنعة ممكن تقنعك انك تعمل اي حاجة فهي شخصية كده يعني شخصية مقنعة طيب يعني مقتنع وهو في الجملة اقول لك معناها انك انت بتكون تماما متأكد ان الشيء ده صحيح انت مقتنع به طبعا اللي هو غاضب او متأفف يعني غيور معناها انك انت بتسبب صعوبات او معناها ان الشيء ده مسبب صعوبات او مشاكل يعني مشروح او موضح بالرسومات يعني غير مناسب يعني بيتم انتاجه بكسافة يعني ضروري او اساسي يبقى طبعا الشيء غير مناسب معناها ان هو بيسبب لك مشاكل وصعوبات الجملة رقم اربعة بقول لك معناها ان هو مصنوع بالشكل الرخيص بسعر الرخيص يعني وبكميات كبيرة ومهولة يبقى دي اسمها ماس بروديوست انت اصلا لو ركزت في كلمة ماس اللي هي الكتلة او الكسافة يعني هي منتج يعني كأنك بتقول منتج بشكل مكثب بكسافة ودي بنقول لها لما يكون مصنع بيصنع منتج معين ده معناها ان بيطلع كميات كبيرة من المنتج وآآ باسعار رخيصة طيب آآ طبعا زي بقلنا مشروح او موضح يعني غير مناسب واسا وضروري معناها ان هو مغطأ بالاتربة مطرب يبقى داستي يعني متصل يعني كئيب شخص كئيب او مكان كئيب اللي هو الفرد معناها مظلم معناها ان الشيء ده مظلم بشكل او بدرجة تشعرك بالحزن يبقى اكيد كئيبة يبقى ان تشعر انك انت ممتن ومحظوز معناها بائس او 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 فقير او مقتر الشيمد يعني خجلان يعني ممتن يعني معناها متأفف اكيد اكيد داياها زي كلمة معناها ممتن او شاكر تمانية معناها تحت درجة صفر يعني المرأة بتحول ساعتها لتلجيب ولو انت عايز تقول ان انا بردان جدا بتقول او ممكن تقول وانت تامه للمصطلح ده ممكن تقول يعني انا بردان جدا انك تكون مرعوب جدا لدرجة انك انت مش قادر تتكلم او متقدر تحرك او تفكر تعال ابا ترجم الكلمات دي عشان في مشكلة هنا تحصل معك وانت بتحل كلمة معناها مو خيف او معناها اخافت طيب معناها معناها مرعب او مخيف يعني مرعب او مخيف برضو معناها مرعب او مخيف طب معناها مرعوب او خائف انت في الجملة بتقول معناها انك تكون مرعوب جدا وخايف جدا يبقى دي عشان انت بتريفايد ومنها بتريفاينج اللي معناها مرعب او مخيف طو بي نات تو ديس مينز تو بي فرايتند معناك انت مرعوب يبقى دي اسمها سكيرد تو ديس سكيرد تو ديس معناها خائف للغاية خائف جدا لو شيء بيكون ايه ده معناها ان هو مخيف للغاية تعال نشوف يعني خائف يعني مخيف معناها خائف برضو معناها برضو خائف فلاحظ انت بتقول لي لو الشيء بيكون ايه اكد الشيء مش غاية خائف ولا خائف ولا برضو دي خائف اكد الشيء لو كان مخيف معناها ليس صحيح بالقدر الكافي معناها التوازن معناها متوازن يعني دقيق ي exercises يعني غير دقيق وانت بتقول لي معناها airways يعني صحيحا يبقى ده كده معناها انك انت تدي اهتمام لكل الجوانب يبقى اللي هو التوازن يعني غير دقيق أن تكون متوازنا معناها انك تعطي اهتمام لكل شيء. بقول لك انك تحس انك انت مش فرحان خالص. بتحس انك مش فرحان خالص يبقى انت كده يعني شقي. اه او مشيغب يعني. ولا معناها متأفف ولا معناها باقس ولا يعني ملهم. هنشيل اتنين دول طبعا من همش علاقة بموضوع. بقى معاك ترى لما تكون انت يعني غير سعيد تماما. بسبب ان انت بتشعر بالوحدة او انك انت بردان او انت بتم معاملتك بشكل سيء يبقى انت كده شخص يعني باقس. طيب اللي بعدها زي ايه? means having important effect. له تأثير مهم على خصوصا على ما سيحدث في المستقبل. يعني قاسي يعني غاضب يعني مهم او ضروري. الشيء المهم معناها ان ليه تأثير قوي او تازات اهمية في المستقبل. معناها عمدا. معناها ان هو بشكل متعمد بيؤذي البشر والحيوانات سيجنيفكانت يعني مهم يعني غاضب يعني قاسي اللي بيؤذي الحاجات البشر والحيوانات اسمه قاسي. انك تبقى قادر انك تستنى بهدوء. او انك تتقبل الصعوبات. والسلوكيات الناس السيئة. من غير ما تبقى غاضي بانت كده انسان صبوري يبقى. الصفة ايه? انك تعمل حاجات مش صح. ومش كويسة بس هي ليست خطيرة. يعني ملهم. يعني باقس. اللي هو متأفف. متأفف انا اخترتها ليه? معناها متأفف طبعا زي ما اتفقنا. وكلمة اللي معناها مشاغب او الشقي. الشخص الشقي او المشاغب هو الشخص اللي بيعمل حاجات مش صح. ومش كويسة بس هيها مش خطيرة. واقع كبان عالترابيزة كده يعني حاجات كلها في السليم كده ملهاش اي ستيل لازمة. طيب عيلة تافية يعني. تسعتاشر. اول ما تلمح في التعريف انزل على طول مباشرة على جرامبي. وانت فاكر اكيد ان قلت لما قولك ان هو او او هي يعني في مزاج سيء. خد بالك لكن يعني في مزاج سيء. ان تشعر انك انت محرج او انه الدنيا مش مش كويس معاك عن بما يتعلق بشيء معين. اول واحدة كده يعني بائس. والشين يعني خجلان مكسوف يعني محرج نفس المعنى. يعني غاضب وكده خلصنا الامتحان التاني ندخل على التالت. بيقول لك مين في دول? الفضاء كله بكل ما فيه. الكواكب والنجوم والقصة دي بادا اليونيفورس اللي هو الكون. وهنا كده في ملحوظة عايزك تنتبه لها عشان ما تلخبطش الدنيا ببعضها. هو ايه الفرق بين تعريف السولر ساستم اكيد انت فكرت فيها يعني. وبين تعريف اليونيفورس. زي وزي سولر ساستم. الفرق بينهم كالتالي. كلمة يا صديق الغالي المقصود بها زي اللي هو الاول دي. مقصود بها دا اليونيفورس. طب تعريف تعريف السولر ساستم هو عبارة عن السن اند بلانيتس. لازم تحفظ الاتنين دول. هو في الجملة قال لك هنا انكلودينج اول دا ستارز اند بلانيتس. قال لك ستارز اند بلانيتس. فعشان كده احنا اختارنا لكن هو لو كان قال لك السن والبلانيتس كنا هنجري جاري عالسن والبلانيتس معها سولر ساستم. رقم اتنين بقول لك عبارة عن مركبة. ممكن تسافر في الفضاء. خبالك انت لما تقول كده معناها ده الفضاء اللي في السماء. لكن لو انت قلت لي ازاس بيس او يبقى انت اصدق على ارض فضاء يعني مكان فاضي. ارض واسع فضية. طيب الجملة دي بقى بقول لك ان هي عبارة عن مركبة بتسافر في الفضاء يبقى دي. زي نوات. لما قول لك السن والبلانيتس يبقى انت تختار السولر سيستم على طول اللي هو رقم دي. يبقى قولنا كده الصلاة السولر اه هو صن طب احفظ لي او او هو طريقة انتاج شيء معين. تعال نشوف بقى اللي هي مركبة الفضاء. ولا الطريقة. ولا العملية. ولا اللي هو الابداع والابتكار. لما قل لك طريقة انتاج شيء معين يبقى. لما قلت عملية صناعة مش عارف السيارات. عملية صناعة كده يعني فكلها كده. الشخص اللي بيسافر وبيشتغل في درائد الفضاء اسمه استرونوت. امال ايه الاسترونمر ده? علم الفلك اللي بيدرس الكواكب والنجوم. دي معناها سماعة ومعناها متحدث فلسست لو عالم الفيزياء. طيب رقم ستة بيقول لك اي نواط. منطقة مخصصة للعب الالعاب خصوصا التنس يبقى لياه ملعب التنس اللي معناها ملعب تنس معناها محكمة معناها بلوات الحاكم. المسابقة ومنافسة مساهمة النمطية. النمطية قلنا ان تعتقد او رأيك. هو جزء من اجزاء المسابقة يبقى دا اكيد اللي هو الدور في المسابقة. الخبير في مجال الفيزياء اسمه اللي هو عالم الفيزياء. هو نهاية كل شيء. مدام قال لك النهاية يبقى الراجل دي يقصد الخاتمة. لكن دي المقدمة. الالهام اللي هو الرسومة التوضيحية. بقول لك هي كمية بنعبر عنها مقارنة بمية يعني يبقى كد نسبة مقوية اسمها. معناها المجموعة الصغيرة من الناس او الاشياء من اخوزها من يعني مجموعة اكبر يبقى دي الاقلية اللي اسمها اللي رقم ايه. انك تبص في شخص في نفس التوقيت اللي هو بيبص في وشك برضو في نفس الوقت. يبقى اسمه لاتصال بالعين. طيب معناها معظم الناس الموجودين في جروب. لحز هنا انا اقول لك معظم الناس. لكن في التعريف ده كان بيقول لك ما نتموعة صغيرة. ما نتموعة الصغيرة قلنا ما يردت المجموعة الكبيرة او معظم الناس يبقى مجورتي للأغلبية. وما تنساش ان كلمة برضو معناها النضج. عبارة عن رسمة يعني. المهم عبارة عن دياجرام. دياجرام يعني رسمة توضيحية. يبقى تروح انت ما اختال له عشان رسمة توضيحية. ده ناون ايه? معناها كمية كبيرة من من المال يبقى وما تنساش ان دي كان لها عليها ملحوظة قبل كده اخدناها. لما كنا بنقول دي كده معناها معناها مبلغ من المال. تمام? سروة كبيرة يعني. لكن كده اللي بتساوي كلمة اللي هما الاتنين معناهم الحظ وهم الاتنين لا يعد. تمام كده اتفقنا? طيب ارجع بقى للجملة دي. في رقم آآ ستاشر وبالمناسبة كنا كان في جملة بنحلها في امتحان قبل كده. كان بقول لك باد لك. ما قلناش ابد لك لو انت فاكر عشان كلمة لك اسم لا يعد. طيب ستاشر. عبارة عن قطعة من المعادن بترتدى علشان مش معادن سوري مواضر خام يعني. قطعة من مواضر خام بنرتدى عشان نخبي وجوهنا يبقى لذيل. لو الحجاب او النقاب. في السبعتاش هلقول لك حاجة ما صنعة من الشمع بنحرق بنحرق عشان نور المكان يبقى كان للشمعة. المرأة اللي بتتزوج العروس يبقى هو الجزء الخارجي او القمة بتاعت اي شيء يبقى السطح. رقم عشرين طريقة اظهار شيء معين او طريقة فعل شيء معين. الفرع من تعريف ومن بروسس بروسس طريقة انتاج شيء معين. لكن انك تظهر او او تتعامل مع شيء معين او تفعله. الامتحان الرابع ما جاش واضح اوي بس يعني ان شاء الله هتقرأه لك يعني. انك تتعامل مع المواقف الصعبة. يطرى دي معناها اللي معناها يصب. و معناها يبدل او يغير. يعني يعزز. يعني يسير. انك تنتقد شخص بغضب خصوصا الطفل اللي عمل شيء ما. طيب تعالي اللي معناها يعبث اه يعمل يعبث بشفتيه يعني يبوز يعني فرون اللي هو يعبث بحاجبيه اه اللي معناها يشتم او يسب اهي او يوبخ وصبوز يفترض فاكيد دي المعناها يوبخ. طيب خبالك ان فرون بيكون بعد حرف الجر قات وبوت برضو قات لكن من غير حرف جر. انك تساند حاجة معينة انها تزداد او تتطور. طيب تعالي نشوف كده اول واحدة كوب يساير يعني يعزز ما هو يعزز من الشيء يعني يساعد على تطوير الشيء يعني يحسن او يتحسن. يبدل. مدام الراجل ما قال لك شيء لبس كلمة بوتي مع اللبس دايما. لكن فرون اللي معناها يقدم عن حاجبيه يعني بتيجي مع دايما في تعرفها. عند جيت بتر احنا كنا قولنا محوظة قبل كده مرة زمان ونقولها تاني سريعا كده. عادي تتعرف ان كلمة يعني يحسن او يتحسن. دي لها معنين. معناها يحسن. ومعناها حسن. لو معناها يحسن يبقى هتساوي كلمة يعني يحسن شيئا. طيب لو معناها حسن فدي هتساوي كده كلمة او حلو? طيب مش بقى موضع سؤالنا خالص بس على شابين الملحوظة يعني. بقول لك ان معناها انك انت حسن. تعالي نشوف بقى معناها يعني يرقي يبدل يحسن فاكيد على واحدة. ان تجعل شخص او شيء يعني مندامجا في شيء ما. اللي هي تجربة وبعناها يجرب على شيء معين او يجري تجربة على. وبمناسبة كل اللي اللي هي علاقة نقوله سريعا كده. معناها تجربة علمية. طيب لما نقول يعني يوجد تجربة على الحيوانات مسلا لما نقول دي بتساوي طيب لو انت انا كنا اخدناها بكده مرة زمان في امتحان واتنين. المهم معناها انك انت تبقى انك تبقى مندمج تماما يبقى دي معناها مستغرق او منغمس اللي هي يعني تطبق سرارة وان دي نوحي. فسبعة تبقى انت تبقى انت تبقى اخرين او يعني تسبب ضيقهم وضجرهم. تبقى معناها انك انت تكون مؤدب. معناها طبعا ليه اللي معناها يعد الطاولة لو انت فاكر لو ان يعني يعني يؤدي الى يعني يتطور او يطور منها اللي هي النظرية التطورية او تطور يعني. اه انك تعتقد ان الشيء معين حقيقي معتقدا او مبنيا على ما تعرفه يبقى صبوز يفترض انت بتفترض ان الشيء ده صحيح عشان انت عارف كده اللي معناها يشتب او يصب اه اللي معناها يكشر بوجهه وبوت بفمه. انك تطلع الناس اه من مكان خطير لمكان امن. طيب. في هنا كلمة عايزك تقولها معناها يبعد. يبعد شخصا من المكان اللي مكان اخر. اول واحدة كده معناها يغطس يعني يعني ينقز يعني يخلي معناها ينزلق او يتزحلق يعني. مين في دول معناها انك تبعد الناس بعيدا يبقى تخلي المكان من الناس يبقى انك تخلي الناس تصدق كلام معين عن طريق انك انت تديهم معلومات مغلوطة او خطئة يبقى دي تضليل مسليد. انك تبدأ رحلة يبقى تنطلق يبقى معناها يبدأ رحلة او ينطلق. اتناشر يعني 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 يجزب او يشد. يرتكب جريمة. ينطلق لكن معناهم الاتنين ينطلق بعيدا او يهرب. ممكن نحط معهم كمال كلمة اللي معناها يهرب. انك ترتكب انك تفعل شيء غير قانوني يبقى دي يرتكب جريمة. انك تمسك حاجة بعنف وبقوة وفجأة يبقى يعني او يشد او يجر. في خمستاشر بقول لك انك تخلص معين وبكده ينفع تشتغل وظيفة يبقى ما تنساش ان دي معناها يؤهل وبرضو معناها ياته اهل. وممكن اقول لك الاهل للدور النهائي مسلا يبقى تأهلة. بقول لك ان اه اه معناها انك تظهر او ان كنت دي علامة على موقف معين او شعور معين. بوز معناها يقف يتوقف او يقف لفترة. اه معناها يعكس او يعكس. معناها يفسر او يترجم. ويتساءل معناها يرفع او او ويطرح سؤالا ومعناها يربي يبقى يعكس معناها انك تظهر علامة من علامات موقف معين. انك تخلط سائل عن طريقة انك تحلق تحلق بالملعاقة حوله يبقى دي سر اللي معناها يقلب. وبالمناسبة كلمة سر معناها يستحث. انك تبدأ في استخدام نظام معين يبقى دي تبدأ بتطبيقه يبقى يطبق. انها تكون حاولين شخص او الشيء معين يبقى محيطة به يبقى سر راوند. رقم عشرين. انك تستخدم الطرق العلمية. انك تستخدم الطرق علمية اللي اكتشاف شيء معين. دي معناها يغمر يعني يطبق سر راوند يعني يحيط واكسبرمينت معناها يجرب على او يجري تجربة عالة. وبكده خلصنا الانتحان رقم اربعة. بقى معناها خمسة وستة في نفس الفيديو. السؤال ده بقول لك از التول هو عبارة عن اداة. بقول لك عبارة عن اداة فيها قطعة من المعدن في نهاية المقبض. اكسبكتيشن لو التوقع همر المطرقة بروف لو الدليل وبروبرتي لها الملكية باداء كده همر لو المطرقة او الشاكوش. الشخص اللي بدفع للناس فلوس عشان يحسنوا من حياتهم ده اللي هو الوصي. وما لقى ده هو الراجل بتاع المجلس. اللي هو آآ آآ عالم الفلك. واسترنوت رائد الفضاء. او عبارة عن شيء. او معلومات اللي بتبين ان الشيء ده صحيح يبقى ده الدليل اللي هو اسمه المبنى اللي بيخصك او بينتمي اليه اللي هي الملكيات. او العقار يعني معناها عقار او ملكيات. انك تهتم بنفسك بصحتك وبشعورك يعني او كيف تشعر او كيف تبدو. اللي هي الصحة الزهنية. اللي هي السلامة. اللي هي العناجة الشخصية. طبع الارهاق. طبع الارهاق ملاش علاقة بالبودي. بالجسم. فده طبعا لها علاقة بالزهن. فملاش علاقة برضو بالموضوع. طيب باقي معك اللي هي السعادة وسيلف كير اللي هي العناجة الشخصية. الراجل اللي قال لك بودي يبقى دي اسمها على الطول وانت مغمض عينه. طيب انك تحس ان انت قلق يبقى ده سترس. بتحس انك قلق ومرعوب وخايف يبقى سترس متوتر يعني. بعد كده مشاعر بان الاشياء الجيدة هتحصل يبقى دي التوقعات اللي اسمها لرقم ايه. دي بقى الحتة المهمة اللي احنا محتاجين نقارنها بفين بالجملة اللي فاتت. نرجع لها سريعا كده ايه التمانية برقم خمسة. لحظة في رقم خاصة ولك انك تهتم بيسمك العناجة الشخصية. لكن دية معناها كيف تبدو كيف يبدو جسمك ومدى السعادة التي انت تشعر بها. يبقى دي مقصود مقصود بيها الي هي السعادة. قال لك عشان هابي. ما هابي السعادة وهابي سعيد. طيب رقم تسعة. آآ اه آآ اه 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 هو الجهاز اللي بيسمع منه الصوت السماعات اللي اسم speaker is a very large round object in space that moves around the sun or other stars. مولاك عبارة عن جسم كبير بيلفة حوالي الشمس والكوكب الأخرى يبدأ الكوكب باسمه planet. the study or use of electronic processes and equipment for storing information and making it available. هو عبارة عن تخزين المعلومات وكده يبدأ information technology اللي هي عقمة اه اتناشر معلومات عن شيء معين مكتوبة ومسجلة على الكمبيوتر او معمولة معمولة في شكل فيديو فيلم يعني عشان كده ممكن نبقى نستخدمها فيما بعد يعني يبقى لو استجل معناها يسجل هو عبارة عن اه جهاز ممكن ان هو يجد او يقيس الضوء والحرارة والصوت يبقى ده اسمه السنسور الحساس. اه رقم اربعتاشر is when doctors cut open. لما ده كتر يفتح بطن المريض يبقى ده عملية جراحية اسمها operation وسيرجري يبقى برضه عملية جراحية يبقى بي انتسي. لكن خبلك في سيرجن اللي هو الجراح. طيب انا ده سبيشال دكتور هو دكتور معين. هو is trained to cut open. بيتدرب عشان يفتح بطن المريض يبقى ده الجراح اسمه سيرجن. are medicines that make medicines. الادوية او الاشياء التي يصنع منها الدواء. يبقى في الحقارات. طبعا اللي هما تطبيقات الكمبيوتر والتليفون. اه 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 ميت باي سبايدر تو كاتش انسيكتس. اللي الشبكة بتاعت العنكبوت هي عبارة عن شبكة من الخيوط بيعملها العنكبوت يبقى دي اكيد ويب مش محتاجة دماغ. تمنتاشر بقول لك عبارة عن موقف. انت وشخص او اتنين تانيين يعني بيكون عندكم عدم اتفاق اللي وانتوز اعلانين يبقى دي اللي هو هالجدال. بالمناسبة الكلمة دي بالرغم ان هي معناها جدال برضو معناها حجة او دليل او برهان. لوا القفص ومعناها يحبس في القفص. لو العش. اه يعش التور وكده يعني شبكة. وظيفة ان انت تكون متدرب او الفترة اللي انت بتقضيها في مكان معين يبقى دي اسمها التدريب نفسه يبقى او اه معناها تم تدريبه يعني او 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 المعلم بتنظم نفسك تعمل حاجات دي فين وامتى وازاي يبقى ده اسمه اللي هو ادارة الوقت. اخر امتحان معنا في الفيديو ده وبعد كده هنعمل للباقيين برضو النهاردة بس فيديو تاني. هاجر شوية في الكتاب ده عشان نخلصه بسرعة قبل ما ينزل الكتاب المعاصر التاني عشان نحله مع بعض. انك تكون دايما في مزاج سيء يعني حالتك المزاجية مش لطيفة. يبقى انت كده معناها متأفف يعني غيور بتتمنى الحاجة اللي عند الناس معناها مقتنع او قانوة او قانع يعني معناها مقنع. انك تحس انك انت غير سعيد وغطبون. حد عنده حاجة انت تتمناها. يبقى ديسمك كده انت تغير منه وجلس. انك توافق انك تتجوز شخص يعني ستتجوز شخص ما وتعطيه حلقا وخاتما وتزبط الدنيا. يبقى انك تتخطب لحد او تخطبي لشخص. انك تكون مختلف معناها ان الشيء ده مختلف عن الاشياء الاخرى في حجمه وشكله وكده يبقى ده ما ننساش ان معناها يتنوع. يتنوع ومعناها يو نوع. طيب وبالتالي كلمة تنوع او ينوع دي كلمة ممكن نخليها تستطيع تساوي كلمة دفر دي بس نكتبها جنب الكلمة الصح دفر دفر معناها يتنوع او يختلف. يبقى كلمة معناها يتنوع او يختلف. في المعنى دي بتساوي دفر. برضو معناها ينوع بس ما بتسويش دفر. ما ينفعش نستخدم كلمة دفر بمعنى ينوع. آآ بعد كده رقم خمسة. بلاك تو نوت از تو دي كريز انك تقلل في الجودة والاهمية او يقل في الجودة والاهمية بدي اسمها يعني يقل وما تنساش ان الكلمة دي بتساوي كلمة يعني يرفض وبتساوي برضو يعني يرفض. يعني يقيم يعني يعني يتوانى او يؤجل ينوع يتنوع. انك تصدر حكما واخد بالك انت بتقول يعني يصدر احكاما انك تصدر حكم عن شيء بعد ما تفكر فيه بقى السس اللي معناها يقوم يقيم. خد بالك المستعدة على بعض وكده مهم. اسمه معناها ينتقم من. المفوض المنطق انك تقول لا بس اسمها يعنتقم من شخص. انك تاخد حاجة من شخص بعد ما يموت يبقى معناها يارث. انك تاخد الميراث من شخص. تسعة. بقول لك انك تقول قوي وشجاع بالقدر الكافي. الدب تتبنى يعني يخطب وتخطب. معناها يجرؤ. اكيد هي دي. المدام فيها شجاعة. يبقى دير. اه يعني يارث. طيب. انك تاخد طفل من عند حد تاني. وتضم لعيلتك يبقى يتبنى اللي اسمها الدبت. انك تشغل جهاز او الضوء او الراديو. انك تطفيه كده. اصبح تطفيه. مدام لك يبقى ليه بتسوي? يعني يشغل. يعني يطفق يبقى اكيد بتسوي. يبقى كلمة بتسوي ده الهدف من السؤال. انك تبدأ تشارك في النشاط معين. الناس التانية مشتركة فيه شغالة فيه بقى ده جوين. وما تنساش انه فيش حاجة اسمها جوين تو. في جوين وفي جوين ان اللي معناها. وما تنساش كمان ان كلمة بتساوي ان. بس مع حرف الجر لكن من غير حرف الجر. معناها انك تجي من وراء وتلحق الناس اللي مشي قدامك يبقى تلحقهم. انك تجعل صوت ماء هادئ او تخلي الصوت يختفي. دي معناها ميوت. انها بتخفض الصوت. ترن انك تشغل آلة يبقى اسمها ترن ان وسويتش ان نفس المعنى. الصفحة اللي بعدك. انك تستخدم حاجة مع الناس التانية يبقى تشاركهم اسمها شير. وقبلك شير كفرب معناه يشارك وكناون معناه حصة او نصيب. يعني حصتنا في مياه النيل. انك تخلي الجهاز يطلع حرار اكتر يبقى ترفع الدرجة يبقى اسمها ترن طب لو انت عايز تخفضه زي ما في الجملة اللي بعدها اه سوزات اه طلع لك يعني حرق اقل يبقى انت بتخفض يبقى اسمها ترن انك تضيف جديد للكمبيوتر يبقى انت بتسطبه ويسطب او يثبت اسمها انستول. انك تحاول تايد الحقيقة انك تحاول تايد الحقيقة يبقى تدرس القضية بقى تلوك انتو زيها كلمة اللي معناها هيتحرى. يبقى لما تتحرى معناها تتحاول تايد حلا لمشكلة ما. هنقف هنا كده ومن سبعة لحد اتناشهر في الفيديو التاني اللي هبدأوا بعد ده مباشرة اول ما تسمع ده هتلاقي التاني وراه مباشرة. هانا هحاول انزل بجهات كل يوم في المعاصر بخلاف الجدول بقى هنسيبك من الجدول ده خلص هزود اكتر من اللازم. بحيث ننحق نخلصه ونشتغل مع الكتاب التانية. الامتحانات برضو ايوان شغالين فيها حاول برضو مرة واحدة كده حل ترات ربعة خمس امتحانات بحيث ننجزهم. وتفوق كده وتروق نفسك وتشتغل معي هنا عشان تخلص ونبدأ بعد كده لما ينزل بكلة المعاصر نشتغل عليه. اتطمن لان بكلة المعاصر مؤخرينه علشان ينزله كل اسئلة لونجمان فما تستعجلش. ما تطبعش اسئلة لونجمان وتكلف نفسك فلوس لانها كده كده هتنزل في كتب اللي هتنزل في اخر شهر. السلام عليكم اشتركوا في القناة